اشتركوا في القناة الشخص القاعد يكتب السيناريو حق الحلقات زي معظمكم يعني هو طالب وعنده امتحانات نهائية وكذا فأخر الترملو في الجامعة فالشخص بغير يركز على امتحانات وهذا وبعد امتحانات وباشرة تقريبا في 3 خلص ما بقي شي على 3 فقلنا بدلا ما تصير حلقات مشتتة وضاعها خلونا خلص من 3 والولدي خلص من امتحاناته فنرجع من 3 إن شاء الله وتبدأ سلسلة كلها مرة واحدة بدن الله تعالى بشكل مرتب وبدون أي تقطيع فخلونا الحين شوف باقي التعليقات اللي عندنا عندنا هنا بي فور يو سي مي جيمر يقول ايش يقول تويتش ما تحتاج يوتيوب عشان تكملها هم فعليا اشخاص حقين تويتش جاسين يقولون احنا مبسوطين بيوتيوب لانه هم عليهم ضغط جدا كبير فيبغوان احد بحجم يوتيوب انه يساعدهم على تحمل الضغط هذا وانه ما يصير لهم زي منافسهم اوند انه الطرف النهائي انه مقفل الخاصة انفجرت سيرفراتهم مديش طرفين ما قدوا بتحملهم ضغط كبير رجاهم ف يعني هم عكس كلامك صراحة لكن خلونا شوف عمام فيه تعليقات كيد الناس رحي علقونا عن تعليقاتنا وكيد خلونا شوف اللي بعده عندناها خالد الماسود يقول مين لاحظ كلمة شقل في نهاية الفيديو انا قاعد يقول منول يا رب ما حد ينتبه شك طيب عموان عندنا مستر يزيد 222 يقول رتب شارك عادل وشتي التعليقات اللي قاعد جميع لي طيب بختصر الى رتب شارك انا ما عندي مشط من الاساسي انا حب اقول لكم ما اخذ مش شرطك تبزر لونه اصفر وكعلي رسمه خضر من نورة مدري تمساح ولا شي زي كده طيب بعدها في عندنا اللي هو احمد العمري اتوقع ان العمري ان شاء الله يكون قاعد اسمك صح في حال انه غرض ايصحح لي في التعليقات فيقول انا بشتري يوستريم 100 ريال تكفتك عليهم يا احمد بس يقول لك تكفت هز الرجاجيل فخلنا ندق على يوستريم وشو ان شاء الله يموفقون 100 ريال يعني انا شو انه عرض مغري صلاح نعم السلام عليكم وعليكم السلام اه يوستريم اطيب لك يوستريم نهبا بي في عندنا عائل الشهاب بش يقول يقول من ناحية ايجابية اذا دمجت جوجل خدمتها مع التويتش رح تكون ثورية خلنا نعرف لاش انه هنا ذا كفقرتين يقول واحد لما سوي بث تلقائيا رح يعرف في جوجل بلس وصحابك رح شفونها اوكي شي جميلة اذا عندك يعني عرض كبير من الاصدقاء فوق الالف مثلا كلما رح شفون هذا بث شي ثاني يقول لما احد يبغى يتواصل معك بامكان عن طريق جيميل جوجل بلس ان التواصل رح يكون اسهل مع المتابعين وهذا برضو شي كويس طيب خلنا نشوف بعد عندنا هنا محمد 520 مو مليار واحد بليون اشترون فيها تويتش انا ما فهمت العبارة هذه اذا يمكن في كلمة طاحت في النص مادري لكن اذا ان تقصد ان المليار غلط يعني مو مليار بشترونها بليون فهي نفسها ترى بس انه في فرق يعني في اللغة واحدة عربي واحدة بانجليزي يقول انا مع شراهم عموما بس لا يحطون قيود والله هنا يعني بقول لا والف لا احسن في تويتش حرية من احت العالم ما في نظام كافيرايت هذا اكيد يمكن اهم شيء يخلي اللعبين كلهم يتحولون لتويتش ويقول ان البث هناك زي الناس ومثل يوتيوب تعبان والله صراح وفي ملاحظات على تويتش شوي انه فيها مشاكل في البث وفي نقطة حلوة هنا ذكرها محمد يقول انه يصير ممكن ان تقدر تدخل تويتش من حسابك في يوتيوب فهذا الشي رح يسهل اكيد العملية كثير يخلي انه خلنا يقول قابلية الاستخدام في تويتش تصير اسهل بكثير اذا صارتين نفسها يوتيوب نفس الحساب نفس الاشياء كذا سيري تتحول لتويتش بتكون شيء جدا حلو كمان يقول انه اذا انضمت اليوتيوب اكيد ان ارقام راح تزيد في تويتش ما ادري اذا ولده البنت لكن في صورة البنت لكن انا بتكون بسيطة مذكرة عموان اني ماني متأكد صراحة فيقول انها توقع ان الشركات الثانية حق التلفستريم راح تربح او يجونها مشاهدات الا اذا يوتيوب شارعوا الحقوق والخربيط هذي فاحنا يقول ان شاء الله انهم ما يطبقون نظام الحقوق والكافي رايتس والاشياء هذي كلها لانه فعلا هنا بسبب ازمة هنا يقول انه اذا ما شارعوا بسالفة الحقوق الناس كلما راح تحولون خدمات الثانية زي يوستريم او لايفستريم والاشياء هذي حمد صالح يقول انه يتوقع ان يوتيوب يعني راحوا ويبغوا نشترون تويتش لانهم خايفين من تويتش لانه شافوا ان الناس المهم جوي يعني حطوا الكابيرايتس والحقوق وهذه الاشياء في يوتيوب انه كثيرين من الناس والتعلقات كثيرين قالوا احنا راح نحول تويتش هذا فعلا انه اللي صار انه كثيرين بدأوا يحولون لتويتش وبعضهم هذا غير اللي من اول كهم جديدين في تويتش نقول لهم مجلسة في تويتش خلاص يعني جاهزهم من الوضع هناك وانهم ماخدين راحاتهم اكثر من يوتيوب اللي صاروا يستقعدون وكذا وانهم حتى قنوات كبيرة يعني زي انجري جو وغيرها يعني حتى من الكومنتيتر وكذا كثيرين تضرروا من سافة الكابيرايتس وبدأوا يسبسبون في يوتيوب وكذا يعني هم شافوا الانطباع السلبي اللي جاهم من هذه الخطوة وكثيرين بدأوا يحولون تويتش فممكن فعلا يبغان يأخذون تويتش بحيث انه حتى اذا الناس حولوا هناك يظل هذا الشي ملكهم بس مثل ما قال اتس داركنيس او قالت ماني متأكد فالتعليق اللي قبله هو انه اذا برضو ما شالوا سواليف الملكية وما ملكية والحقوق وهذا الاشياء برضو الناس بدورون خدمة ثانية اكيد وكذا خدمات يظل تطلع باستمرار في حال انه تويتش يعني ما ظهرت بشكل مطلوب مع يوتيوب مجتبل عمران انا توقع ان كان لك تعليق في حلقة النقاش الماضية وظاهر اني ما عرفت اقل رسمك انا ما امتأكد ترى من النظب صراحة ما عليش يعني لكن عموما التعليق ظهر امامكم على الشاشة هنا وش يقول يقول اكيدنا رح يكون في سلبيات مو منها مثلا انه ممكن انه ما رح نقدر نسوي بث الا من خلال يوتيوب ممكن تطبيقات تويتش يعني ممكن تختفي من اجلة الجيل الجديد يقولك انه ممكن نشوف فيه مشاكل في البث مثل ما يصير في البث احيان على يوتيوب يقولك انه مشكلة فلوسة الدونيت نحنا عرف انها هتقدر تتبرع للاشخاص الموجدين على تويتش انه كدعم لهم يعني كذا منك انت ودك تدعمهم مثلا مبلغ معين ويقولك ان مبالغة هذه انك تصير تروح ليوتيوب ما تصير مثلا تروح للجيمر نفسها وخلنا نقول خلنا نقول ممكن يصير لغنون نسبة منها على سبيل المثال ويقولك انه ممكن يعني يصير فيه اشياء ايجابية منها مثلا الشاشة الرئيسية وصفحة الرئيسية خلنا نقول حق تويتش تتحسن ممكن يصير ممكن يصير فيه بث مثلا ما يحتاج انه لازم يعني من داخل الجهاز او شيء ممكن يصير من كاميرا خارجية يعني اذا كان نقاط ايجابية نقاط سلبية نتمنى انه نشوف الايجابية منها والسلبية ما تظهر اليوم كينيدي يقول اكيد نشوفها شيء ايجابي وح تكون شيء رائع لانه تويتش اكيد فيهم الله يسر عندنا وساما جيمز يقول احمد ما غيرت بدلات كله اذا انت تقصد انه عشان انه هذه الحلقة يعني اللي هي كانت حقية النقاش كان لبس يشبه لبس في حلقة قبلها فانو راحينا اصور حلقتين ولا ثلاث حلقات مثلا ندفها واحدة بعلاجة منتجهم وننزلهم على ايام على حسب يعني فلا تحسب اني كل يوم نفس البدلة لا هي كانت جرسة واحدة تصوير ياطيكم الفعافية على المتابعة ان شاء الله ان يعني اعرف ان في تعليقات كثير ما قدرنا نظهرها في الحلقات هذي كانت اشياء مختارة وكذا ياطيكم الفعافية على التعليقات راح كن في حلقة نقاش اخرى موضوع ثاني مختلف راح تنزل يعني فيديو خاصة كيه كالعادة وشكرا لكم جميعا شكرا لكل اللي علقوا معنا ويعني يشوكم حلقة ثانية وكذا حركات كذا حلوة كمعاكم محمد محفوظ والفريق خلف الكاميرا سبحانك وبرحمدك اشنل لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم بوحاة المجال التقنية والترفيه بشكل عالم يشفونها هذو خطوة جدا ممتازة وانا ممكن تكون افضل مليار دولار دولار يتم استثمارها في مشروع زي كذا خلنا نتكلم لكم جالس يعني تخليهم اقوي وكذا بدون ما تحارب بس اكيد لازم نوقت لوقت انك تروح تحارب وانما نتكلم عن الحروب خلنا نقول كيف نوصل لها اول شي طبعا في بداية اللعب راح ياخذك بشكل اوتوماتيكي للمعركة عشان يعلمك التحكم